مرحبا يا عطيكم العافية. هذا الفيديو مراجعة لعضلات الزنار الكتفة المجموعة الأمامية والأنسية. طبعا هذا الفيديو هو ملحق بفيديو الكورس يلي نزلناه وهو مثل مراجعة سريعة لهذه العضلات على مجسم الأطلس. طيب. أول شغلة ما نجيبها طبعا هي أنه نشوف شو هنا العضلات. نحن العضلات اللي بدنا ندرسها هي عبارة عن العضل الصدري الكبيرة. من شيلها نشوف تحت العضل الصدري الصغير والعضلة تحت الطرقوة. هؤلاء هنه المجموعة الأمامية للعضلات الزنار الكتفة. بالإضافة للمنشارية الأمامية هي المجموعة الأنسية. طبعا المجموعة الأنسية والمجموعة الأمامية ممكن يمروا معكم باسم العضلات الصدر. تمام. نحن بهمنا نعرف ان هذه العضلات مثل ما حكينا المنشأ والمرتكاز والعمل والتعصيب لكل عضلة أول عضلة ندرسها هي العضلة الصدرية الكبيرة طيب هاي هي العضلة الصدرية الكبيرة نشوف نحن شو قلنا المنشأ يلي إليها قلنا تنشأ من النصف الأمامي للجزء الأنسي من الترقوة أو التلتين الأنسيين يعني ما فرقت المهم انه نعرف انه بالسطح الأمامي وبالجزء الأنسي النصف أو تلتين الأنسيين بعدين هذا القسم قلنا قسم منسمي قسم ترقوي بعدين عنا قسم قصي ضلي هذا القسم بيمشي منهم تمام بالقسم الموافق له من القص بالإضافة للغضاري في الأضلع الستة الأولى تمام الغضاري في الأضلع الستة الأولى وبتروح بعدين تمشي حتى ترتكز على الشفة الوحشية لميزابة ذات الرأسين العضوضية اللي قلنا كمان فينا نسميه نحن اسم تاني اللي هي العرف الأحدوبة قلنا شو عنا نحن بالوحشي بالنهاية العلوية للعضوض الكبرى تمام هاي كارتكاز ليلة طيب هلأ كتعصيب بنعرف نحن أنه بيجي تعصيبة من العصب الصدري الوحشي بالإضافة للأنسي من عصب صدري وحشي وعصب صدري أنسي مثل ما واضح معنا بهذه الصورة بيظل علينا العمل العمل راح نشوفه هلأ هاي أول وحدة هو قبض المفصل الكتفي قبض الزراع إلى الأمام وقلنا بشكل عام المسؤول عنه بشكل رئيسي شو القسم الترقوي الألياف الترقية طيب العمل الثاني ليلة هو قلنا تقريب الزراع طبعا هاي تقريبها بشكل أفقي لو كانت كمان بالشكل اللي نعرفه نحن كمان بتقوم بنفس الوظيفة وآخر الوظيفة عندي هي التدوير الزراع نحوه شو الأنسي تمام هاي بالنسبة لها منشوف كيف نحن مثل ما حكينا نستنتجها من المنشأ والمرتكز كيف بس تتقلص العضلة بتجيب المرتكز لعند المنشأ بتقربه وبنتيجة هذا التقريب بيدور عندي رأس العدود نحو الأنسي تمام هاي بالنسبة للعضلة الصدرية الكبيرة نشوف هلا العضلة الصدرية الصغيرة تمام منشأ العضلة الصدرية الصغيرة متل ما واضح معنا من الغضاري في الضلعية والمناطق الحولة بالأضلع لهنه هذا طبعا الضلع الواحي هذا اتنين مبلش نحن نتلاتة أربعة خمسة وبيروحوا لوين لحتى يرتكزوا على الجهة الأنسية من الناتق الغرابي هاي هي العضلة الصدرية الصغيرة تمام مثل ما قلنا المنشأ من الأضلع ثلاثة أربعة خمسة والارتكاز بيكون على الناتق الغرابي وبالتفصيل يعني على الحافة الأنسية لإله طيب تعصيبة من وين بيجي؟ قلنا العضلة الصدرية الكبيرة بيجي تعصيبة من عصبين لهن الصدر الوحشي والصدر الأنسي العضلة الصدرية الصغيرة بما أنه هي صغيرة أقرب للأنسي من العضلة الصدرية الكبيرة ليش أقرب؟ لأنه شفناها العضلة الصدرية الكبيرة بتنتدلع اللي عند العضوط فبدأ عصبين صدري وحشي وصدري أنسي أما العضلة الصدرية الصغيرة هي بس موجودة بالأنسي فالعصب اللي بعصبه هو الصدري الأنسي العمل العضلة الصدرية الصغيرة مثل ما قلنا بتشد المرتكز إلى المنشأ بتشد المرتكز إلى الأسفل ما بدأت تعمل وضوحاً بما أنه ترتكز عن ناطق الغرابي؟ بدأت تسحب الكتف للأسفل والأمام، نرى الحركة الليلة تمام، هاي من شوفها كيف تسحبه لتحد عم تتقلص العضلة وعم تشد الزنار الكتفي أو اللوحي الكتف إلى الأسفل العمل الثاني يعني هو مثل ما حكينا بتشد للأمام، كمان تقلص العضلات بيساهم بتقدم الكتف إلى الأمام، يعني تسحبه للأمام والعمل الثالث مثل ما حكينا إلى وظيفة هي الثانوية أو عمل ثانوي، هو وقت لمن ثبت نحن المنشأ نحن دائما قلنا بحركة العضلات بدأت تشد المرتكز إلى المنشأ، فهلا إذا سبتنا المرتكز، إذا سبتنا المرتكز، بدأت تشد المنشأ لعنده تمام؟ هون المرتكز، هذا سبتنا، ما عم يتحرك كما شايفين، عم نحرك المنشأ، فشو بدأت تساهم؟ بدأت تساهم بالشهيق، بدأت ترفع الأضلع وتساهم بالشهيق، هاي بالنسبة لحركات العضلة الصدرية الصغرى، ضل علينا العضلة البسيطة والسهلة جداً، العضلة تحت الترقوي، مثل ما حكينا المنشأ يلي إلي بيكون من الضلع الأولى، وترتكز على السطح المتوسط، أو إذا سبتنا السلسل المتوسط من الترقوي، من السطح السفلي للترقوي، تمام؟ العمل يلي إليه وضوحاً بدأت تشد المرتكز يعني العضلة عزمة الترقوي إلى الأسفل، هاي بالنسبة لها ما في أي شيء يعني، والعصب قلنا يلي بعصبه هو العصب تحت الترقوي، كمان ما ما أنا معلوم يصابه، بيظل علينا بفيديو اليوم هو العضلة المنشارية الأمامية، مثل ما شايفين هاي هي العضلة المنشارية الأمامية، بنشوف منشأة إلى منشأ واسع هي، من وين؟ قلنا من الأضلع من واحد حتى تمانية أو تسعة، كم تختلفوا قلنا ما كثير ما كثير ندقيق عليها، من الأضلع التسعة الأولى ترتكز على الحافة، نزد نرجع لهون، ارتكاز عليها كوي، على الحافة الأنسية للوحة الكتف من الأمام، مثل ما نلاحظين، حافة الأنسية للوحة الكتف من الأمام، تنتد من الزاوية العلوية حتى الزاوية السفلية، على طول الحافة الأنسية كلها، ما عم نحسن نشوفها، ممكن واضحة هيك، تمام؟ هم تتجه من الأضلع وتروح لوين؟ على الحافة الأنسية للوحة الكتف، العصب اللي بعصبها، قلنا هو العصب الصدري الطويل، قلنا عصب بينزل من الضفيرة العدودية، وبيكون الطويل بيمتد على امتداد العضلة المنشارية الأمامية، سمينا العصب الصدري الطويل، العمل يلي إليه مثل ما شايفين، قلنا دائما، منشوف المنشأ، ومنشوف المرتكز، ومنستنتج العمل، العمل يلي إليه أول شيء بدأت قلنا تطبق الكتف، دوح الكتف على جدار الصدر، يعني بتمسكه، تخليه كثير قريب عليه، لأنه قلنا في حال شلل هذه العضلة أو إصابة هذا العصب بأزية، بيصير عندي شيء اسمه الكتف المجنح، بيصير عندي الحافة الأنسية، ما بقى عم تشد على القفص الصدري، فبيصير الكتف منظره إلى الخلف، يعني بيصير واضح على الظهر منظر لوح الكتف، والم تقترب الصدر، وبما أنك سوف ترتكس على الحافة الأنسية عن أن الزاوية العلية إلى الزاوية السفلة، فكريم أن تقوم بقلب الكتف إلى هذه الجههة، فسوف تدور لليزاوية السفلية إلى الوحشية، التعمل. كيف تعمل هذه التدوير؟ كما تwartنا ، طالما هي موجودة هنا، preventing تركض الكتف within these الاتجاه، فكل الكتف استحياج إلى هذه الاتجاه، فكلى الكتف استمدة كبيرة جهة إلى الاتجاه. نحو الوحشي الزاوية السفلية عفوا تمام بتحركها نحو الوحشي وهذا الشي بساهم برفع الكتف اكتر من 90 درجة يعني فرضا الزراع موجود بهذا الشكل فهذا الشكل لا حد لان بتقوم في العضلة الدالية بعد العضلة الدالية انا بدي زيد من رفع اليد فرضا بدي ارفعها فوق الرأس فبدي اجباري حركة عزم الكتف الشوش اللي بساهم بحركته العضلة المنشارية الامامية عن طريق تقلصة بتسبب حركة الزاوية السفلية نحو الوحشية وهذا السبب بدي كمان الزاوية الوحشية بدي تطلع لفوق وبيصير عندي عملية رفع زيادة وهي العضلة متل ما حكينا بنسميها العضلة العضلة الملاكم كمان لانو بتكون ظاهرة بشكل واضح عندها الرياضيين طيب نشوف هلأ العمل يلا نشوف تقلصة كمان كيف عم يزيد شو بسموه اطباق لوح الكتف على القفص الصدري شوف اذا حاطين حركة كمان هي بتساهم طبعا بحركة التقدم متل ما شايفين كيف عم تتقلص العضلة وعم تشد الحافة الانسية هون بتفسر لنا لش تسمت بعضلة الملاكم شوفوا هاي كأنه عم يضرب البوكس تمام هي بالنسبة لعضلات مثل ما حكينا الصدر او عضلات الجدار الامامي والانسي لزنار الكتفي هيك بكون خلص معنا فيديو المواضيع هي يعني وبشوفكم بالفيديوهات الجاي سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر